اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذه اللحظات يحتل المركز الثاني المركز الثالث وصل غازي من هجني سيح السلم ياتي في عملية التضمير عبيد بن حمد بن شينان المري المركز الرابع ايضا هنا سيح السلم يقدم الاسد مع المضمن احمد بن سلطان بالرشيد السويدي المركز الخامس انتقل مباشرة الى ربدان لسمو شيخ زايد بن هزاع بن زايدان ناجم بن علي الغيلاني مرتبطا بهذا الشعار منذ الهزل منذ بدايته حيث يتقدم الان ويقدم العديد من الانجازات في مشاركاته في ميادين السباق المركز السادس انتقل الى شاهين لهجن العاصفة وبقيادة المضمر غياث الهلالي بينما المركز السابع شاهين التابع لمهسسة هجن الرئاسة مع المضمر احمد بن مطر بن مايد الخيلي والمركز الثامن والتاسع هنا شاهين وشاهين لسمو شيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ياتي في التضمير غانب بن سعيد بن سالم بينما في المركز العاشر هنا يصل مرحب لسمو شيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان عملية التضمير وتدريب لدى محمد بن يابر الجنيبي هذه النتيجة للمراكز المتقدمة هذه النتيجة للمشاركين في هذه المنافسة حتى هذه اللحظات بينما نحن نعود للمقدمة وصدارة هذا الشوط ومصادر الإبداع ومصادر الاستمتاع في سن الإذاع تجدها دائما في ميدان المرموم في مشاركات الشعرات المختلفة مع تبادلها ومع انطلاقاتها نعود للمراكز الثلولة نعود إلى مهيض لا يزال على رأس المجموعة ورأس الحربة ها هو مهيض لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يقدمه في منافسات هذا اليوم سعيد بن عبيد الحميري يتابع متابعة كذلك بالتضمير والتدريب المركز الثاني وصل معطش تعود الملكية لسموه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ياتي المضمن محمد بن سعيد بن حلوة في عملية التضمير والتدريب بينما المركز الثالث هذا اللي واصل هذا اللي قادم غازي لهجن سيح السلم بينما في التضمير عبيد بن شينان المري والمركز الرابع يتقدم الأسد لسيح السلم هجن سيح السلم ياتي المضمر أحمد بن سلطان بالرشيد السويدي هنا يتقدم إلى المركز الرابع المركز الخامس نشاهد هجن العاصف شاهين يتقدم إلى المركز الخامس في تضمير وتدريب غياث الهلالي المركز السادس هناك من الجانب الآخر أيضا يصل ويتقدم في هذه اللحظات ربدان لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيال ياتي ناجم بن علي الغيلاني في تضميره على سادس المراكز المركز السابع لهجن الرياسة المركز الثامن لهجن الرياسة في التضمير والتدريب أحمد بن مطر بن مائدة الخيالي والمركز التاسع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في تضميره وتدريبه غانم بن سعيد بن سالم هذه النتيجة حتى هذه اللحظات أيها المشاهدين الأعزاء المنافسين المتقدمين كل المتابعين أمام شاشة دبي ريسنج كما نشاهد اللون الأزرق يسيطر على أجواء المقدمة والناموسة بن حلوة غير إلى الصدارة مع معطش 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 يسيطر على ناموسي هذا الشوط ليسموه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة في صدارة هذا الشوط لكن هناك يا سلام غازي يتقدم في المركز الثاني لإجني سيحة السلام بقيادة العمدة عبيد بن شينان المري إلى المركز الثاني المركز الثالث وصل شاهين التابع لمؤسسة العاصفة وهجنها يأتي في التضمير غياث الهلالي يتقدم إلى المركز الثالث المركز الرابع هنا في هذه اللحظات وصول من الأسد لإجني سيحة السلام بقيادة المضمن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هذه الرباعية هذه الرباعية اللي تريد الانتصار اللي تريد أن تتقدم في هذه المشاركات ولكن نعود إلى المركز الأول نعود إلى صدارة الشوط إلى معطش لا زال على القائمة اللولة في هذه اللحظات 1200 على خط النهاية ومعطش لا يزال يقود هذا المسار يسموه شيخ مكتوب بن حمدان بن راشد المكتوب بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة ولكن ولكن غازي غازي يغزو الصدارة غازي يتقدم لهجني سيحة السلام بقيادة العمدة هنا في هذه اللحظات عبيد بن شينان المري غازي للصدارة شاهين في المركز الثالث لهجني العاصفة غيات الهلالي يتابع الأسد قادم من هجني سيحة السلام في المركز الرابع بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي ولكن غازي لكن غازي هناك في المقدمة ما شاء الله بدأ الآن في شق الطريق نحو الانتصار نحو الناموس هذه اللحظات هجني سيحة السلام بالعمدة بالعمدة يتقدم مع العمدة في هذه اللحظات عبيد بن شينان المري ما شاء الله تبارك الله الأسد الثاني هجني سيحة السلام مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد ولكن شاهين قادم ليسموه شيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رشيد المكتوم يحتل المركز الثالث بينما غازي خلاص يرفرف أعلامه بالمركز الأول يرفرف أعلامه بالانتصار والناموس ما شاء الله ها هو شعار هجني سيحة السلام الله يتقدم مشاهدين الكرام إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشعود رحم من أسس هذا الشعار رحم من أسس هذا الشعار قاد دائما إلى مسارات الانتصارات والنواميث حمل أشارة النصر حمل أشارة الانتصار دائما هنا العمدة العمدة يتقدم بوجود غازي إلى المركز الأول تهنين وناموس إلى مؤسسة هجني سيحة السلام على الانتصار والتانية للمضمر عبيد بن شينان المري حيث انتزع الناموس والانتصار بغازي المركز الثاني شاهين من هجن العاصف المركز الثالث الأسد هجني سيحة السلام المركز الرابع شاهين هجن الرئاسة المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هكذا كانت النتيجة هكذا كان مساري هذا الشعود في منافساته وتنافساته الجميلة ولا صيلة التوقيت الزمني أمامكم على الشاشة مشاهدين الكرام سبعا من الدقائق خمسة واربعين ثانية ستة جزامن الثانية تانين الهجني سيحة السلام والتاني للمضمر والمتابع عبيد بن شينان المري المركز الثاني كان الحضور من شاهين لهجن العاصفة بسبعا من الدقائق وتسعة واربعين ثانية ثلاثة جزامن الثانية تانين ونموس كذلك للمضمر غياث الهلال للمركز الثالث كان الحضور مشاهدين الأعزام المنافسة والتحدي والانتصار بثالث المراكز سبع دقائق مشاهدين الكرام واحد وخمسين ثاني ثلاثة جزامن الثانية كان الأسد لهجني سيحة السلام بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي اشتركوا في القناة